السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سؤال لو سمحت فضيت الشيخ فضيت الشيخ الراجل المسلم من المعلوم أنه يستطيع التزوج من الكتابية فهل المسلم يقدر يتزوج من الناس الصوفية المشركة يعني أو الشيائية المشركة لا ما إذا كانت لا إذا كانت مشركة إذا كانت مشركة تدوغ غير الله لا يجل تزوج بها إذا قررت ذلك بس هي يعني زي الكتابية لا المشرك يختلف على الكتاب الكتابية حلال زوجها بالنص بس صوفية يعني أمنون بالقرآن افهم يا أخي الكريم أنا تنزلت معك تنزلا على أن الذي ذكرته هو مشرك عفوا سؤالك غير مضبوط أنت في سؤالك غير منضبط إذا قلنا هل يجوز لمسلم أن يتزوج بمشركة أو هل يجوز لمسلمة أن تتزوج بمشرك لا يجوز يا أخي اصبر علي يا أخي اصبر علي لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بمشرك ولا يجوز لمسلم أن تتزوج بمشركة للآية الكريمة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وكذلك قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار لهم حل لهم ولهم يحلون لهم تتحريم المشرك على المسلمة والمسلم على المشركة إذا جئت تسأل عن الكتابية فالآية الكريمة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وقد تزوج حتيفة يهودية انتهينا من هذا يبقى الجزء الأخير الذي تسأل عنه الصوفية أو الصوفي أو الشيعي أو الشيعية هذه درجات التصوف درجات والتشيع درجات إن وصل بتصوفه إلى الشرك بالله لا يجوز أن تتزوجه المرأة المسلمة إذا كان دون ذلك من أهل البداع جاز الزواج به مع الكراهة كذلك الشيعية التشيع درجات ومراتب في تشيع يقتصر على تفضيل علي على أبوك وعمر الزواج بهذا جائز لكن في تشيع يعتقد الشيعي معه أن علي يكشف الدرجة والمضطر هذا الشرك ونهو لا يجوز زوج به لعل الكلام اتضح الله يحفظك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم